ده ثلاثة كويس انه كنت عرفته بعد ثلاثة يام هو هو اللي هيشتغل هنا طبعا لو انتو صلحتوا الحاجة دي فعلا ما انا بقول لحضرتك لو صلحتوا الحاجة دي لازم مع التصديح هيتعمل هنا صرف بمطور يرفع اي مشكلة مية تحصل هنا تطلع العمومي برا عنه نعم انت تضمن الظروف برحت وانا مالي وزي ما يقف اه هو صل على النبي خلي المطر اللي حزت من كزا سنة دي اتكرار التاني انت عندك الدنيا مفتوحة هتنزل هيتعمل ايه هنا بقى هيتعمل هنا بيارة صغيرة تصدقوا الحكاية دي حصلت اه بسبب ان المطر كان شديد ومعرفوش الا بعد ثلاثة ايام ان البدروم غرقا مية وارتفعوا متر وبهد للعمدان وبهد للدنيا تحت وبعد كده كمان كان المهندس اللي منفذ لهم الشغل كان عنده شوية ملاحظات بس مش هنقدر نقول عليها وعالعلم ان جميع فيديوهاتنا ليست دعاية لينا ولا اساءة الاحد لكن هي معلومة لازم كلنا نعرف الصح والغلط عشان ما نتعرضش ليه تاني اه طبعا احنا عرضنا عليهم موضوع ان تلام البدروم مفتوح بالمنظر ده كده فيه صرف لازم يتعمل في المكان لكن شوفوا بقى بهدالة المكان بهدالة رهيبة جدا وكمان صرف الحمامات فوق خربت المكان اه واحد يطلع من الحلقة خليكم معايا الاخيرة عشان تشوفوا تفصيلة مملة للإهمال وصلنا لايه يلو تعالوا معايا اول قناة عربية متخصصة في اعمال الترميم ويتعمل هنا مجاري هنا ترمي عليها هي ويبقى فيه مطور يرفع الماء على مواسير يرمي على الصرف العمومي بره كلام ده بفلوس بوصلها الفيديو طيب يعني هو شغال في الربير يعني في الترميم طيب هو ليه ما اختشفش الحاجات دي جيبتوهنا ليه وكلفتو نفسكم انا احظي هو يتحمل الجوزر خاص اللي هو اللي هو طيب انتو دختونا فيه ليه طيب طيب ما هو كده كده هو اللي هيعملها برضو طيب خرز يلبي احنا من نجدعه بالسقف مش هاجي جنبه اي حاجة في الدين يا ربنا خلاق في الترميم علاجها معنا اه اه حبيبي انت جاب لقى قبل الشاكوش ده انت سريع قوي انا مين الشغل يا عم عايز تدخل المصمار هنا دخل المصمار اسهل يا مصمار هت له المصمار ده مش متحمل مصمير يعني معرز زيتير بس 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 انا مش ههد البيت انا بكشف الحديد بس بس مش عاوزيننا مرة واقع عليهم ن rot باخل بالس بقى المصمار ده وهت له لنا من عند الحتة دي بقى تجينا من هنا من هنا من هناو من هنا او من هنا او من هنا او من هنا او حطه في الفتحة دي ال я ريس في الشرخ ده او شايف الشرخ ده كده? اي هد خل المصمار بتاعك هنا وهتلاقي سيخ الحديد فويش لا يا سبر يا سبر يا سبر التي بست عمل ليه؟ ايّ 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 مرحباً هات وهاات كفاية كفاية هاتر خيرك خش يا مغزا كفاية انا بسألكم انتو كده الشروخ اللي عندوكم دي كلها حديد تسليح والعلاج والعلاج تروا ميه اه طبعاً فيش حاجات بس شفتوا لسه فيه حاجات كتير بس انا مش هقدر طبعاً اطلعهم في حلقة واحدة لان الحلقة توصل لربع ساعة وتلت ساعة واكتر من كده انا اكتفيت في الحلقة دي بالجزء ده بس لكن انتظروني الحلقة القادمة هنكمل معاكم بقية المشاكل شكركم واللي اول مرة يشوفنا اشترك بالكانوة وفعل زر الجرس كل عشان اصلكم كل جديد القاكم في حلقة القادمة وخلي بالكم دعمكم سر تواصلنا شكركم القاكم في حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة